موسيقى صباح الخير هذه نشرة اخبارية من الميادين وإلى العنوين موسيقى اليوم استطيعنا أقول له بالدليل والبرهان أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجر موسيقى السيد نصر الله في ذكر انتصار تموز الاحتلال أضعف والمقاومة أقوى وفي حال المعركة مع المحور لن يبقى شيء اسمه إسرائيل موسيقى شهدان بنيران للاحتلال خلال تصدهما لا نقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحة موسيقى موسيقى مجلس سلم والأمن الأفريقي حيفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة في النيجر المدعية العامة في محكمة ولاية جورجيا تمهل ترامب حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي للمثول أمامها بعد اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية موسيقى أكثر من خمسة وعشرين قتيلا في انفجار محطة للغاز في داغستان جنوب روسيا وحقل تالينسكوي النفطي غرب سيبيريا موسيقى توعد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله قادة الاحتلال بإعادة إسرائيل إلى العصر الحجري في حال شنهم حربا على لبنان وذلك بتدمير البنى التحتية المدنية والعسكرية بالصواريخ الضقيقة التي تمتلكها المقاومة وخلال كلمته في ذكرى سابعة عشرة الانتصار عام 2006 أكد السيد نصر الله أنه في حال تطورت المعركة لتشمل محور المقاومة فإنه لن يبقى شيء اسمه إسرائيل أنا أقول لهذا العدو اليوم أستطيع أن أقول له بالدليل والبرهان أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجري المطارات المدنية المطارات العسكرية قواعد سلاح الجو محطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء محطات المياه مراكز الاتصالات الرئيسية مجموعة من البنى التحتية في جداعي نفصل فيها أكتر مصافي النفط والبنزين والأمونيا لتدمير كل هول كم صاروخ دقيق تحتاج المقاومة ولو فعلت كل الإب الحديدية تبعك والعصى السحرية تبعك والباتريوت تبعك طيب سأت كمية من الصواريخ لكن شو العدد اللي بيحتاج هذا إذا بقيت المعركة فقط مع المقاومة في لبنان فكيف إذا تطورت إلى معركة مع كل محور المقاومة يمكن أن تعيد بلدا هنا أو هناك إلى العصر الحجري ولكن إذا تطورت المعركة إلى مع محور المقاومة حين هذا لن يبقى شيء اسمه السوائي السيد نصر الله كدن حرب تموز 2006 أجبرت إسرائيل على أدخال استراتيجيات جديدة لها علاقة بالدفاع والحماية من قوة المقاومة وإمكانياتها وشدد على أن الجيش الإسرائيلي وبعد سبعة عشر عاما من التدريب والتأهيل هو ليس الآن أفضل حالا من قبل لذلك من 2006 شفنا شيء جديد في استراتيجيات العدو خطط العدو له علاقة بالدفاع السلبي بحسب المصطلحات العسكرية وبالدفاع الإيجابي بالدفاع السلبي يعني بناء الملاجئ بناء الأماكن الآمنة موضوع الحرائق موضوع الإطفائيات موضوع المستشفيات موضوع الوصول إلى الناس بسرعة موضوع إلى آخره الدفاع الإيجابي له علاقة بإعتراض الصواريخ باعتبارها فاتت بشكل أساسي على المعادلة واضح أدخلتها حرب تموز بقوة وتعززت بعدين بحروب غزة هل استطاعوا خلال 17 سنة أن يقوموا بترميم قوة الجيش الإسرائيلي يعني هلأ هو أفضل حالا أحسن حالا مما كان عليه بال2006 بعد 17 سنة من الترميم والتدريب والمناورات والتجهيزات والتكنولوجيا الجديدة التي فاتت عليه لا أكيد لا السيد نصر الله تطرق في كلمته إلى حدثة الكحالة حيث اتهم زعامات وشخصيات وقوى سياسية لبنانية لم يسمها ومنابر إعلامية بالدفع نحو حرب أهلية مشددا على أن لبنانيين سيخسرون جميعا في حال الانزلاق نحوها وأن أطرافا خارجيين كثرا سيعملون لتأجيجها أن اندلعت من خلال أدائها وسلوكها وبيانها ومواقفها ومعها طبعا وسائل إعلام معينة وجيوش إلكترونية معينة تدفع البلد باتجاه الانفجار تدفع البلد باتجاه الحرب الأهلية بالنهاية بالنهاية مش في شارع واحد عم يتعبق في شارعين عم يتعبقوا قد نتبهوا اللي عم بيصير هو التعبئة لأكثر من شارع تعبئة لأكثر من منطقة تعبئة لأكثر من ساحة طيب بعدين مين بيقدر يمسك مين بيقدر يسيطر على الموقف هؤلاء أنا الليلة أتهمهم وعند الدليل العلني يعني بياناتهم وخطاباتهم ولغتهم وحدتهم وتعابيرهم وجوههم وأنفاسهم أنها تدفع لبنان للحرب الأهلية إذا أخذتوا البلد على الحرب الأهلية عاشوا عم تراهنوا إذا صار حرب أهلية بلبنان أنتوا بتتوقعوا أنه في حد بالعالم سيأتي يتدخل ليوقف حرب أهلية بالعكس إذا صار في حرب أهلية لا سمح الله بلبنان هناك الكثير من الدول التي ستعمل على تسعير هذه الحرب الأهلية تزدت البنزين عن نار وتزدت الزيت عن نار وأولهم إسرائيل وفي الملف اللبناني أيضا أعلن سيد نصر الله أن الحوار قائم منذ مدة بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتجري مناقشة عدد من الملفات والاقتراحات والأفكار وكذلك مسار الحوار إيجابي إخواننا وأصدقائنا بالتيار الوطني الحر اللي بلش من مدة ومساوه اللي ماشيه مساوه إيجابي طبعا يحتاج إلى بعض الوقت لأنه عم ناقش اختراحات وأفكار ونصوص وعدد كبير من الصفحات لكن الموضوع موضوع جدي ويمكن أن يصل إلى نتيجة إن شاء الله وأيضا يحتاج إلى بعض الوقت لأنه يحتاج إلى التشاوى لأنه ما بيكفي بعض الأفكار أو بعض المشاريع أنه يتفع عليها حزب الله والتيار الوطني الحر هذا يحتاج أيضا إلى مرح التشاوى وتوافق مع قوى سياسية أساسية في البلد لكن اللي عم نشتغل عليه نحن والتيار هو الاستفادة من الوقت يعني واضح نحن متنعين أنه ما في وقت وما عنا ترف وقت ولازم نشتغل بالليل وبنهار رغم أنه هذه تحتاج إلى الوقت ولكن يجب اختصار الزمان ما أمكن للوصول إلى النتيجة الممكنة والمطلوبة وقد أولت وسائل إعلام إسرائيلية اهتماما بخطاب سيد نصر الله والأسيما فيما يتعلق بتوعده بإعادة إسرائيل إلى العصر الحجري ولفتت إلى أن خطابه يحتوي على قدر كبير من الثقة بالنفس وبالقدرات العسكرية لحزب الله وكتب مراسل القناة الثالثة عشرة في صفحته عبر تويتر أن الأمين العام لحزب الله يواصل إظهار معرفته بالوضع السياسي في إسرائيل ويعلنوا أن وضع الجيش الإسرائيلي هو الأسوأ بعد الانقسام الداخلي وقع انفجار كبير في مصنع تاعس بمستوطنة رمات هشرون شمالة الأبيب وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حيث أفادت بوقوع ثلاثة جرح أحدهم إصابته بالغة وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن حادث الانفجار خطير وأنه الثالث في الفترة الأخيرة وأوضحت أن فرق الإطفال تمكنت من السيطرة على عدة نقاط اشتعال ونقلت وسائل الإعلام أن رئيس بلدية هيرتسيليا كان قد حذر قبل ثلاثة أسابيع من خطر ما في هذه المنطقة واصفا إياها بالقنبلة الموقوطة أكدت مراسلة الميادين في فلسطين المحتل ارتقاء شهدين في مخيم عقبة جبر بأريحة خلال تصديهما لقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ونقل الشهدان إلى المستشفى التي شهدت تجمعا للشبان حيث رددوا الهتافات والتكبيرات الله أكبر أكد البيان الختمي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح وقال القادة وثلاثة إن حل القضية الفلسطينية هو خيار استراتيجي وضرورة اقليمية ودولية مشددين على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفقا للقانون الدولي كما أدان البيان الختمي تصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقود حقوق الشعب الفلسطيني فاصل قصير ونعود من جديد أهلا بكم أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لم تبتعد قط عن مسار الدبلوماسية والمفاوضات وضف أمير عبداللهيان أن جميع الأموال يجري تحويلها باليورو إلى حساب بنكي في دولة إقليمية بحيث تستخدم إيران الحساب لشراء سلعا لا تشملها العقوبات بالنسبة إلى العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ينحو التعاون في اتجاه جيد منظمتنا للطاقة الذرية والوكالة الدولية حققتها تقدما جيدا في بعض القضايا المسمات عالقة ولأن المنظمة تحولت تركيزها إلى المسائل التقنية فهذا سبب كاف لرؤية تقدم جيد جدا في العلاقة بين الجانبين إلى ذلك ارتفع عدد شهداء الهجوم الإرهابي في شيراز إلى اثنين بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه رئيس النيابة العامة في محافظة فارس أعلن أن منفذ الهجوم يحمل الجنسية التاجكية وهو يخضع للاستجواب من قبل أجهزة الأمنة كما أكد اعتقال عشرة أجانب مشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي تقرير مالك عبده الإرهاب يضرب هنا في شيراز مجددا هو المشهد نفسه قبل عام في مرقد أحمد بن موسى الكاظم لا ذنبى لهؤلاء النسوة والأطفال سوى أنهم من بلد يحارب التكفير والإرهاب فطلقت أجسادهم رصاصات هذا الإرهابي الذي كان بحوزته ثمانية مخازنة للبنادق تحتوي على ثلاثمائة رصاصة أراد بها قتل أكبر عدد من المصلين لو لا تدخل قوات الأمن في الوقت الملائم قوات الأمن جعلت نفسها عرضة للنار لكي تحمي الناس ولا يصاب بمكروه كان والدي يحلم بالشهادة ويتمنى أن يصبح شهيدا كلما توجه إلى مكان عمليه في المرقد جريمة شيراز وصفها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالدموية وتوعد بإنزال أشد العقاب بمن نفذها وخطط لها إن صمت المجتمع الدولي والدول التي تطالب بحقوق الإنسان هي مروج مثل هذه العمال الإرهابية سنرى كيف سيكون رد فعلهم على هذا الحادث الإرهابي أجهزة الأمن الإيرانية اعتقلت عددا من المجتبه في تورطهم في الهجوم فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف مزيد من الخيوط والتفاصيل عن المنفذين والداعمين لهذه العملية الإرهابية خارج إيران وداخلها تدفع البلاد ضريبة مخاربتها الإرهاب الثمن باهظ بالتأكيد إلا أنه بحسب المسؤولين هنا لن يثنيها أبدا عن مواجهة الفكر الإرهابي التكفيرية مالك عابد طهران الميادين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أدان الهجوم الإرهابية في شيراز مطالبا على لسان الناطق باسمه سيفان دو جاريك بتقديم المجرمين إلى العدالة وإنزال القصاص بهم الأمين العام يدين بقوة الهجمات الإرهابية التي شنت على موقع مقدس في مدينة شيراز وهو الهجوم الثاني خلال عشرة أشهر والأمين العام يعد الأعمال ضد المواقع الدينية مقيتة ويشدد على أهمية محاسبة مرتكبي الجريمة بحق المدنيين الذين من حقهم ممارسة شعائرهم بحرية كما ينقل أعمق تعازيه إلى ذوي الضحايا وإلى شعب جمهورية إيران الإسلامية ويتمنى الشفاء العاجل للجرحة فشل مجلس السلم والأمن الإفريقي في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة في النيجر خلال الشماعي الذي عقد أمس في مقر الاتحاد الإفريقي في أديسا بابا وقرر المجلس عقد الشماع آخر من دون تحديد الموعد إلى ذلك نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس بمسعى المجلس العسكري في النيجر لتوجيه اتهامات بالخيانة العظمى للرئيس محمد بازوم وفي بيان لها وصفت المجموعة الخطوة بأنها شكل من أشكال الاستفزاز من جانب قادة الانقلاب في النيجر وتتعارض مع ما تردد عن استعدادهم للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الحالية في موازات ذلك كدى رئيس الوزراء الجديد المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر علي الأمينزين قدرة بلاده على تجاوز العقوبات التي فرضتها إكواس ردا على عزل بازوم وأشار الأمينزين في مقابلة مع إذاعة دويتشي فيلي إلى أن المجلس العسكرية ظل منفتحا على الحوار حتى قبل زيارة علماء مسلمين بارزين من نيجيريا لنيامي ولقائهم قادة المجلس العسكري مضيفا أن المجلس الجديد لديه كل المصلحة في العمل والحفاظ على العلاقة المهمة والتاريخية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأحداث في النيجر تتسارع على مستويات عديدة المجلس العسكري يتجه لمحاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم ويعلن الاستعداد للحوار مع لجنة إكواس كل ذلك في ظل تحديات أمنية مع سقوط قتلى في معارك غرب النيجر ما كانت تعرف بالمستعمرة الفرنسية تغيرت أحوالها منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي إذ أنهى زعيم الانقلاب تفاقيات الدفاع العسكري الفرنسية وطلب إلى الشركات التي تعمل في مجال تعدين اليورانيوم مغادرة البلاد وترك الموارد المتاحة للنيجريين ليديروها بأنفسهم يأتي ذلك مع إعلان المجلس العسكري لاستعداد لمحاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى على أي حال قامت حكومة النيجر بجمع الأدلة اللازمة لمقادات الرئيس المخلوع شركائه المحليين والأجانب أمام السلطات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويد الأمن الداخلي والخارجي للنيجر بعد علاقته برؤساء دول أجنبية ومنظمات دولية المشهد ضبابي بعد نحو أسبوع على انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا إكواس لإعادة الرئيس المعزول والتي أمرت بنشر قوة احتياطية لاستعادة الحكم في النيجر من دون توضيح متى وكيف ستنشرها في ظل انقسامات بين أعضائها بشأن التدخل العسكري وتغليب الدبلوماسية في هذا السياق يأتي إعلان الحكومة الانتقالية التي عينها المجلس العسكري في النيجر الموافقة على بدء محادثات مع إكواس لحل الأزمة بالتوازي يكثف وفد علماء الدين النيجريين الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا الذي يتولى الرئاسة الدورية لإكواس واتفق وفد العلماء مع قادة الانقلاب على الحوار كما رفع توصية إلى قيادة نيجيريا بعدم اللجوء إلى الحل العسكري إلى جانب مخاضي الانقلاب وتبعاته تبقى الهواجس الأمنية حاضرة في البلد الواقعي غربي القارة السمراء وذلك مع سقوط ستة قتل من الجنود النيجريين وعشرة متشددين في معارك غربي البلاد هنا يطرح البعض تساؤلات عما إن كان الغرب وإكواس سيقبلان التضحية ببازوم في مقابل التهدئة أفادت مصادر محلية ليبية بأن الشباكات عنيفة اندلعت في العاصمة ترابلوس بين فصيلين مواليين لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد ردبيب وبحسب وسائل إعلام ليبية فأن جهاز الردع أخدم على اعتقال آمر اللواء 444 محمود حمزة ما أدى إلى اندلاع مواجهة قام خلاله اللواء 444 باقتحام عدد من مقار جهاز الردع ومصادرة مركباته وألياته كما سمعت أصوات القضائف المدفعية في أرجاء المدينة اتهمت هيئة محلفين كبرى في أطلنطا الرئيسة الأمريكية السابق دونالد ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا ولأسير من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع المدعية العامة في جورجيا أمهلت ترامب وثمانية عشر متهما آخرين حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي للمثول أمام المحكمة وأشارت لأنها تريد إنهاء محاكمة ترامب في غضون ستة أشهر قتل ثمانية وعشرون شخصا وأصيب أخرون إثرا انفجار وقع في محطة للتزود بالغاز في مدينة محشق العابي منطقة داغستان جنوب روسيا ولفتت السلطات المحلية إلى وجود مخاوف من حدوث انفجارات وحرائق جديدة كذلك كدت وسائل إعلام رسمية مقتل شخصين وإصابة خمسة في انفجار بحقل تالينسكوي النفطي في منطقة خانتي مانسيسك غرب سيبيريا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قال أن الأسلحة الروسية تثبت جدارتها في أوكرانيا ولفت لأن الغرب يبالغ في الدعاية لأسلحته التي ثبت أنها بعيدة كل البعد عن المثالية وكان شويغو قد استعرض أحدث أنواع المسيرات والمروحيات وأسلحة الطائرات الروسية في منتدى الجيش الروسي لهذا العام أسلحتنا تظهر الموثوقية والفعالية وفي الوقت نفسه تبين أن المعدات الغربية التي أعلن عنها على نطاق واسع بعيدة كل البعد من أن تكون خالية من العيوب أكد رئيس كوريا الجنوبية يونسوك يول أن القمة المقبلة مع زعماء الولايات المتحدة واليابان سترسم معلما جديدا في التعاون الثلاثي لمواجهة تحديات كوريا الشمالية يون وفي خطاب ألقاه لمناسبة الذكرى السنوية لتحرير بلاده شدد على ضرورة تكثيف التعاون الأمني مع واشنطن وطوكيو من خلال المشاركة الفعلية للبيانات المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ التابعة لكوريا الشمالية هذا ومن المقرر أن تعقد قمة ثلاثية في منتجع كام ديفيد الرئاسي بولاية مارلياند يوم الجمعة المقبل من الشهر الحالي القمة بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة واليابان التي ستعقد في كام ديفيد في غضون ثلاثة أيام ستمثل علامة فارقة جديدة في التعاون الثلاثي أهمية التعاون الأمني الثلاثي تتزايد في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة من أجل منع التهديدات النووية وصاروخية لكوريا الشمالية بشكل أساسي يجب على جمهورية كوريا والولايات المتحدة واليابان التعاون بنحو أوثق في أصول الاستطلاع ومشاركة بيانات الأسلحة النووية والصواريخ لكوريا الشمالية أعلنت فينزويلا طعنها بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بالسناف التحقيق في مزاعم تتهم نظام الرئيس نيكولاس مادورو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفي بيان أكد وزير الخارجية الفنزويلي أن القرار جاء بدوافع سياسية واضحة مشددا أنه يندرج في إطار استراتيجية تغيير النظام التي تروج لها قوى خارجية معادية للبلاد بناء على اتهام كاذب بوقوع جرائم ضد الإنسانية لم ترتكب على الإطلاق وشددت كراكاس على أنها ستستمر باستخدام كل الإجراءات المتاحة بموجب القانون الدولي ضد هجوم لغايات تناقض طبيعتها وسبب وجودها إلى العنوين اليوم استطيعنا أقول له بالدليل والبرهان أنتم أيضا سيتم إعادتكم إلى العصر الحجاوي السيد نصر الله في ذكر انتصاري تموز الاحتلال وأضعف والمقاومة أقوى وفي حال المعركة مع المحور لن يبقى شيء اسمه إسرائيل شاهدان بنيران الاحتلال خلال تصديهما لقتحام الاحتلال مخيمة عقبة جبر في ياريحة مجلس والسلم والأمن الأفريقي يفشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة في النيجر المدعيات العامة في محكمة ولاية جورجيا تمهن ترامب حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي للمثول أمامها بعد اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية للمزيد من المتابعة زوروا صفحات الميادين على الانترنت باللغات العربية والانجليزية والإسبانية في أمان الله اشتركوا في القناة